السلام عليكم موضوعنا لهذا اليوم عن طريقة التعامل أو جدولة الأسمدة يعني مثل ما تعرفون أكو عدة أسمدة أنواع عدة وأكثريتها النبات يحتاجها وتكون مفيدة للنبات يعني منشطات محفزات أسمدة مركبة أسمدة طبيعية الأسمدة المركبة يعني اللي مثلا نقصد عليها مثل الأن بي كي المتعادل أو العناصر الصغرى الحديد هيومك أسيد وغيرها من هاي الأسمدة يعني اللي تندرج تحت مسمى الكيمياء يعني أكثر الناس بالعامية يسميها كيمياء والأسمدة الطبيعية اللي مثل الخميرة سماد الخميرة أو مثلا الدارسين وغيرها من هاي الأسمدة الطبيعية أو قشور البيض اللي يسووها داخل المنزل فشلون انت تجي وتنظم بين هاي الأسمدة أو سوي لك جدول معين ولان ما يصير انه تضيف كل هاي الأسمدة إضافة وحدة للنبات لازم تخلي فوارق وفواصل بين كل نوع ونوع بالبداية أهم أهم ثلاث أسمدة اللي تعتبر الغذاء الأساسي والرئيسي للنبات هي الان بي كي المتعادل عنصر الحديد والعناصر الصغرى هذه الثلاث أسمدة يحتاجها النبات بصورة كلش كبيرة يعني مثل الإنسان أقرب لكم الصورة الإنسان باليوم يأكل ثلاث وجبات طعام ريوق غد عشا النبات وكذلك يعني أنت إذا ما تريقت أو فطرت يعني إخواننا العرب اللي ما يعرفون كلمة ريوق إذا أنت ما فطرت فراسك راح يصدع وراح يصير عدك مشاكل إذا أنت ما تغديت راح يصير هم عدك مشاكل زيان عرفنا هاي الأغذية الثلاثة الرئيسية للنبات النبات مثل الإنسان ترى وليش أنا جبت لكم هذا الوصف لأنه هذا أقرب وصف يوصل للأذهام فأنتم لازم تحافظون على هاي الأسمدة الثلاثة تططوها بانتظام ما عدا بس من يدخل النبات من مرحلة السكون تتوقف عن أعطاها للنبات زيان نجي هسا للشهر هسا واحد يسألني يقول لي زيان هاي الثلاثة عرفناهم ونطيهم كل شهر مرة وطبعا هو أكو نباتات تختلف أكو نباتات يمكن تحتاج الأنبيكي المتعدل كل أسبوعا إذا صار بها مرحلة نمو نشط أكو مثل القاردينيا وغيرها السايكيس تحتاج الحديد كل خمسطعش يوم فإحنا السمان ندخل إحنا نجي للفكرة العامة الفكرة العامة أنه كل شهر مرت حتى لا ندوغكم يعني بهاي التفرعات فالفكرة العامة أنه هي كل شهر نجي للشهر الشهر يتكون من أربع أسابيع فأنت هنا تقدر مثلا الأسبوع الأول تسمد أنبيكية متعادل الأسبوع الثاني تسمد عنصر الحديد الأسبوع الثالث تسمد عناصر صغر شو بقعتكم؟ بقعتكم أسبوع هنا مثلا أنت عندك سماده يومك أسيد تقدر تستخدمه بهذا الأسبوع عندك مثلا أسمدة خلي نقول أحماض إيمينية أو غيرها من الأسمدة تقدر مثلا تسوي مثل ما يقولون بين سطر وسطر يعني بهذا الشهر استخدمت هيومك أسيد الشهر اللاخل تستخدم هيومك أسيد استخدم أحماض إيمينية وهكذا هاي الأسمدة اللي نعتبرها مركبة أو نجي للأسمدة الطبيعية أسرى مثلا واحد يسألني يقول لي زيان والأسمدة الطبيعية إحنا هاي الأسمدة الطبيعية ما نعتبرها أنه أسمدة قوية مثل هاي الأسمدة المصنعة يعني هاي سماد طبيعي أنت بالبيت من مواد موجودة بالبيت وتستخدمها لنباتاتك فمثلا أنت سويت سماد الخميرة طبعا سماد الخميرة لازم تستخدمها فقط على النباتات الخارجية يصير تستخدمها للنباتات الداخلية لكن المشكلة أنه بالنباتات الداخلية ريحت الخميرة فراح يسبب لك إحراجات ومشاكل فأنت لازم تستخدمها بس للنباتات الخارجية وأيضا تقدر شلون ترتبها مثلا بين شهر وشهر يعني الأسبوع الأخير اللي راح يبقى عندك ترك تقدر تستخدمها زيان نجي مثلا للدارسين معروف عنه الدارسين وأنا نزلت حلقة عنه أنه يكون مثل المضاد للبكتيريا وللحشرات ويكون مسرع للنمو وغيرها من هاي الأمور هذه تقدر تستخدمها حتى لو أنت كنت مستخدم مثلا نبي كير يعني بنفس الأسبوع أو أي نوع من هاي الأسمدة ماكو كل مشكلة لأن هذا هو يعتبر سماد طبيعي فما راح يأثر وما راح يضارب ويالأسمدة الباقي عدك مثلا قشور البيض اللي تنطحن وأنا أيضا هم منزل عليها حلقة هاي هم ماكو كل مشكلة وهو طبعا هذا السماد تستخدمه بالسنة مرة أو مثلا بالسنة مرتين أنت تبقى حسب الرغبة اللي تستخدم به هذا النوع فهذا النوع طبيعي ما راح يأثر ولا يسبب لك هذا معلومة أخرى وبخصوص سماد اللي هيومك أسيد طبعا بالمناسبة هذا يعني السماد يعتبر مثل البطل الخارق ما للأسمدة يعني يعتبر من أرقل أسمدة وأكو جماعة يقولون لا هو مو سماد هو محسن للتربة وهاي احنا ما لنا ندخل بهذا السماد اسم جامع لكل هاي الأنواع أي شيء يكون مصنع أو يعني إذا نفع التربة هو أكيد راح ينفع النبات يعني أنت من تجي هسا إحنا ليش من نسمي سماد عضوي السماد العضوي هو راح انطرحها بالتربة وراح يتغذى علي النبات فهي هاي يعني إذا أنت التربة مالتك تحسنت فأكيد النبات راح يكون يعني إذا جودة عالية فهذا السماد راح أطيكم علي معلومة إذا أنت التربة مالتك يعني خصوصا النباتات الخارجية تحتوي على سماد عضوي يعني أنت مثلا بالشتاء مخلي للتربة مال النباتات الخارجية دمن أو مخلفات حيوانية اللي نسميها سماد عضوي هنا أحذر للسمد بسماد هيومك أسي لكن إذا متحلل ومنتهي وي التربة لا عاد سمده وإذا ما متحلل وما منتهي فحاول أن تتخلص من هذه البقايا مع المخلفات الحيوانية يلا تستخدم سماد لهيومك أسيد لأن راح يسبب لك مشاكل للنبات هذا كل ما يتعلق بموضوع جدولة أو تنظيم طريقة التسميد للنباتات نتمنى أن نكون حلقة مفيدة نتمنى أن نكون أفدناكم أو تنظيم ألا ترجمة نانسي قنقر